عودة لكم مشاهدين من تغطيتنا الخاصة بمعرض الشارقة الدولي الكتاب في برنامج ساعة كتاب طبعاً في دور نشر المشاركة في المعرض معنا الأستاذ علي داود مدير شركة الجوهران للنشر والتوزيع حياك الله أستاذ الله يحييك أهلا وسهلا فيك أستاذ حاب أن نتكلم عن مشاركتكم في معرض الشارقة الدولي الكتاب في نسخة السابعة والثلاثين حدثنا أكثر عن المشاركة بادي إذي بدء نتوجه بالشكر الجزيل لسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لراعته الكريمة الأكبر تظاهرها الثقافية في العالم العربي وهي معرض الشارقة للكتاب شركة الجوهرة للخدمات نشر الكتب في دولة الإمارات العربية المتحدة تبدأ عامها الثاني بأول مشاركة لها في معرض الشارقة للكتاب من خلال إصدارات جديدة متنوعة ومختلفة في كافة المجالات لدينا إصدارات لكتاب إماراتيين وكتاب عرب من مختلف الجنسيات كما نقوم أيضا بترجمة العديد من الكتب من اللغات الأجنبية وجاري تجهيزها للمعارض القادمة إن شاء الله علاوة على ذلك لدينا العديد من كتب الأطفال التي تدعم وتكرس للهوية الوطنية الإماراتية أستاذ شو هي أحدث الإصدارات التي شاركت فيها الدار بهذه النسخة؟ لدينا أحدث الإصدارات كتاب المرأة الإماراتية والقانون للكاتب عائشة المحياس وهي دراسة اجتماعية لقانون الأحوال الشخصية الهدف منها هو استشراف للمستقبل المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة رسالة الدار التي تحب أن ترسلها لقراءها عن طريق المشاركة؟ رسالة الدار هي فتح أفاق جديدة والتنمية المستدامة للمواهب العربية كذلك تدعيم المواهب العربية والإبداعات ونشر الكتابات المختلفة وتوصيلها للقارئ العربي في كافة البلدان العربية أستاذ علي داود مدير شركة الجوهراء النشر والتوزيع شكرا على هذا الحوار الشيء شكرا جزيلا نتوجه بالشكر الجزيل لتلفزيون الشارق على هذه التغطية الكريمة أيضا في ضوء الإطلاقات والإصدارات الموجودة في دار الجوهرة للنشر والتوزيع معنا الأستاذة عاش المحياس كاتبة ومؤلفة إماراتية طبعا أصدر لها أربع مؤلفات ولكن أصدر لها كتابين في النسخة 37 معرض الشارقة دول الكتاب كتاب المرأة الإماراتية والقانون والرمل والسور وهو عبارة عن قصص قصيرة واقعية حيات شاء الله أستاذ عاش الله يحييج وأشكر لكم هذه التغطية الإعلامية يحرفني أني أعرض عليكم كتابي اليوم وهو المرأة الإماراتية والقانون من جانب قانون الأحوال الشخصية طبعا القانون الأحوال الشخصية قانون مهم يمس المرأة الإماراتية في أهم مرحلة في حياتها مرحلة الزواج ما قبل الزواج وبعد الزواج صارت شكاليات كثيرة على هذا القانون بين مؤيد بين معارض فأنا حبيت أني أعرف رأي المرأة الإماراتية في هذا القانون فوزعت استبيان عليهم اتجاهاتهم في بعض البنود القانون اللي تمس المرأة بشكل خاص لاحظت أن التوعية أو الوعي بالقانون ما زال ضعيف لدى المرأة المراتية دولة الإمارات العربية المتحدة دولة دولة تمكين المرأة مكنت المرأة في جوانب كثيرة من الحياة لكن مع ذلك ما زال القوانين التي خلقت لها ما زالت ضعيفة فيها ووعيها فيها فهذا الكتاب إن شاء الله يناقش هاي الأمور من جانب رأي عام أو رأيهم إن شاء الله مع بعض التوصيات طبعا بالنسبة لي كتاب الرمل والسور هي قصص قصيرة واقعية نتحدث أيضا عن هذا الكتاب نعم قصص الرمل والسور هي طبعا قصص واقعية لها تأثير كبير في حياتي تكون تقريبا من ثمان قصص كل قصة هي عبارة عن شخصيات معينة في عن ذوي الهمم في عن المرأة المطلقة في عن المرأة الناجحة فلها كان لها تأثير كبير في حياة بتي فحبيت تنشرها للجميع وتكون لها عبرة وفائدة إن شاء الله كتب أو إصدارات هذه تستهدف أي فئة من المجتمع كفئة عمرية طبعا نتكلم عن المرأة الناضجة يمكن نقول إحنا من مرحلة عمر 15 لطويل العمر والقصص طبعا قصص كل واحد يمكن يقرأها حتى اليافعين يمكن يفهمونها لتتكلم على مرحلة جميلة مرحلة الشارقة في السبعينات كيف شكلها وكيف كنا نحن عايشين هاي المرحلة فممكن تنفعك نميع الأعمار إن شاء الله أكيد طبعا أستاذة مشاركتك أنت أو إصداراتك في معرض شارقة دول كتاب أهمية وجودك في هذا المحفل الثقافي الضخم في إمارة الشارقة البارحة أنا وقعت كتابي في ركن التواقع فكان لأثر كبير في حياتي لأن أنا من مرحلة البداية أزور هالمعرض فكان لي السعادة الكبرى أمس أني أنا وقع كتابي في هذا المعرض فكان لي دور يديد في هذا المعرض بالعيس كان أثر كبير ومعرض الشارقة للكتاب من أجمل المعارض من أفضل المعارض طبعا في البطن العربي سريعا نتحدث عن إصدارات الشلباقية هذه أثنين من الأصدارات من أصل أربع إصدارات اللفتيها نتحدث عن البقية فيه كتاب الأمن الوطني الداخلي دورة الإمارات صدر عام 2010 كان يتكلم عن كيف ممكن الأمن الوطني يكون جانب مهم من المجتمع وليس فقط دور الحكومة ودور المواطن ودور المقيم فيها فكان يتكلم بشكل مبسط شو الدور لكل مواطن في الأمن الوطني وطبعا هذا كان فيه تكريم من سيد السيف بن زايد ووزير الداخلية على هذا الكتاب الكتاب الأول هو طبعا اللي افتخر فيه هو كان عند دبلوماسية المرنة بدوية الإمارات بشكل مبسط كيف الإمارات لها دور جميل جدا مع الدول الخارجية أشكركم شكرا على هذا اللقاء طيب أستاذ عاش المحياس كاتبة ومؤلفة إماراتية شكرا على هذا الحوار الشيخ نتمنى نالج كل التوفيق وانتوقع ذلك شكرا جزيلا إذن مشاهدينا ننتقل إلى الاستوديو لاستكمال الفقرات وبالتالي لنا عودة من تقضيتنا لكم في برنامج ساعة كتاب اشتركوا في القناة